الخطر لا يزال يحدق بنازح الفلوجة فبعد اعلان منظمات إغاثة عدم وجود ما يكفي من المواد الغذائية تواجه الآن مخيمات تديرها الحكومة العراقية صعوبات بالغة في إيوائهم وارتفع عدد النازحين من الفلوجة إلى 82 ألف نازح مقارنة بـ 48 ألفا الأسبوع الماضي بحسب أرقام الأمم المتحدة ومن المتوقع تضاعف عدد النازحين ما سيسبب صدمة للمنظمات الإنسانية وللحكومة نفسها في حال قررت القوات العراقية كما خططت الهجوم على داعش في الموصل التي تعتبر معقل التنظيم شمال العراق وتعاني المخيمات في الوقت الحالي من حالة ازدحام لأولئك الذين بذلوا ما في وسعهم لتجنب طريق الموت الذي يسلكه المدنيون للخروج من الفلوجة طريق يواجهون فيه قناصة داعش وحقول ألغام وخطر الموت غرقا في الفرات أو عطشا في صحراء الأنبار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعد بأن الأولوية ستعطى للفلوجة التي يخوض فيها الجيش العراقي معارك ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ 2014 إذ أمر العبادي باتخاذ التدابير لمساعدة الفارين وإقامة عشرة مخيمات جديدة في ظل عدم معرفة الحكومة بأعداد النازحين الذين يشون حاليا بلا مأوى أو داخل خيمة يتزاحم فيها البشر جابر الجودي العربية